يعني خلينا ننتقل من ملفات وحنرجع كده لها تاني ملفة أفريقيا والمريخ السوداني وفكرة هنا المباراة ليوم السبت للبعض متخوف منها خليني برضو أنقل الصورة بشكل سليم يعني مش هنجملك من الصورة الناس متخوفة الناس بتقولك طب هل إحنا يعني استعدادنا كام في المية ذهنيا وبدنيا في نفس الوقت إيه المسلماني مفروض يعمله علشان نقدر أن إحنا نعود مرة تانية للتقلق اللي إحنا نعرف فيه لعيبة النادي الأهلي خليني يعرف منك الصورة من وجهة نظرك هتبقى ساي خلي بالك يا كلها مرتبطة ببعض يعني نتيجة النهاردة يعني تأثيرها جاي من مباراة سانداونز تأثير المباراة اللي جاية يعني كله مرتبط ببعض الحالة النفسية والحالة المعنوية والحالة الفنية برضو النهاردة مكسب النهاردة هيدي للراجل ثقة هيدي هيريح اللعيبة تاني هيخلي اللعيبة تركيزها أعلى للمباراة اللي جاية لأن اللعيبة برضو حاسة بالذنب بحسة اللي هي أثرت في حق الجماهيرها اللي كانت متواجدة سواء كانت متواجدة في الأستاذ أو في البيوت بتتفرج على المباراة لأن تحية الجمهور ووقف الجمهور خلف اللعيبة بعد اللقاء ده برضو بيحط عيب كبير جدا عن اللعيبة أن الجمهور في ظهري حتى وانا خسران حتى وانا مأثر لأن أنا بالنسبة لي هالزيم السنداونز أنا بحملها 50-50 مدير فني ولعيبة والمكسب أنا برضو أنا نفس الكلام أنا لازم يكون اللعيب والمدرب هم اللي بيتحملوا سواء نتيجة المكسب أو نتيجة القصار لا بس ثانية هنا نقف يعني سنداونز النتيجة بتحمل 50 لمسلماني 50 للعيبة يعني شح لنا أكثر يعني ايه الخمسين بتوع المدير الفني في صورة ايه والخمسين بتوع اللعيبة بشكل ايه مثلا النادي الأهلي أنا بلعب سنداونز طبعا فرقة محترمة فرقة كبيرة جدا لكن أنا النادي الأهلي بلعب في القاهرة مثلا كنت ممكن ألعب بتشكيل كنت ممكن أنا ألعب بتشكيل مختلف في البداية ألعب بتشكيل هجومي ما فيش تحفز كبير جدا بتلاتة في نص الملحب لأن التلاتة بيدينا قوة كبيرة جدا أو بيدي النادي الأهلي قوة كبيرة جدا لأنه من وجهة نظر الشخصية هفضل أقولها كتير أن السلاسي سواء الحمدي والسلايا وديانج على مستوى الأنديه هو من أقوى خطوط الوسط في القرى الأفريقية على مستوى الأنديه فده بيديك أفضلية كبيرة جدا لكن أنت في ملعبك مش محتاج تكون متحفز بشكل كبير جدا مش محتاج تكون مبالغ في التحفز والاحترام الكبير لفرقة سانداونز اللي أنت النادي الأهلي عندك حدود هجومية كبيرة جدا تأخيره شوية في التغييرات بيرستيو راجع من إصابة فترة كبيرة جدا أنا كنت أتمنى أشوف حسام حسن شوية بدري التغييرات اتأخرت شوية يعني إلى حد ما ممكن إرايته لبعض التغييرات ده جزء الفني لكن اللعيبة عدم تركيز بعض اللعيبة في الملعب في الفرص اللي أتيحت للنادي الأهلي يعني حالة من يعني شوية عدم تركيز في النادي الدفاعية مش تراخي لا إلي التركيز فأثناء اللقاء لأن النادي الأهلي ما ينفيش تراخي اللي عيبة النادي الأهلي عارفة هي بتلعب في مكان كبير عارفة في كعين كبير وراها جمهور كبير مش هيسمح بأي تراخ ولا أي تهاون فعشان كده بقولها لك العيبة أصرت وشكل كبير جدا كان فيه عدم تركيز كان فيه تركيز ما كانش كامل قدام المرمة لأن فيه فرص كتير قطيحة لنادي الأهلي كان ممكن حتى بعد التأخر النادي الأهلي بهدف النادي الأهلي حاول في الخامس ست دقائق اللي بعد الهدف يرجع للقاء وأضع أكتر من فرصة لكن التوفيق لم يكن. هو كان يعني هو العنوان إحنا قلناه الفرص الضائعة يعني الشيء كان لابس غريب يعني. مش عارفة هل ده رجع لحاجة مشكلة كانت مثلا في اللمسات الأخيرة عندنا. أولا الموضوع لي حيث تاني لأن فعلا لا غير مسبوك هذا العدد من الكرات الضائعة يعني حيث تتفق معي برطة. بصني أنا قلت لك اللي كان فيه قل التركيز وممكن يبقى مش في يومك. هي دي كرة يعني فيه فعلا الجملة دي اللي هو أقول مش يوم الثانيين طبعا. ساعت يقولك عقوسات كبير. عقوسات. لا هي ممكن أنا أنا ممكن أكون موفق في يوم من أول دي أكسب وبالعب مثلا تيم كبير. هتلاقي الأمور معي مفتوحة ممكن أمشى وهكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يعني هتلاقي الأمور مفتوحة معي لأن ده يومي. وفي الكرة ممكن أعمل كل حاجة يعني زي ماتش سندون ممكن أعمل كل حاجة في الكرة كروس عرضي بينيات ضغط حجومي والكرة مساعدة تخش فدي دي كرة فيه فيه أيام كده وفيه أيام كده. لكن النادي الأهلي لازم يستغل الكابوة دي بشكل إيجابي لازم يستثمر بشكل إيجابي وده رد الفعل اللي أنا يعني مستني نهاردة من العبت النادي الأهلي أشوف رد فعل النادي الأهلي نهاردة إيه ماتش يوم السبت واللي أتمنى أتمنى يكون بروفا المبارات السنغال في الحضور الجماهيري بمعنى ليه معملك 30 أربعين ألف متفرج في مبارات المريخ السوداني جمهور النادي الأهلي متعطش اللي هو يساند فريقه. شوفنا في ماتش الوداد ومباراتنا للوداد والزمالك في المغرب حضور جماهيري مكسف فرق كبير جدا مع شخصية فريطة الوداد فالحضور الجماهيري يعني بالأخص الأندية الجماهيرية بيبقى 50 60 في المئة من قوتها. هو مع المنتخب في قرار نحيب فيه 60 ألف. أنا فاهم. بس هكت بتتكلم. ليه أنا كمان أنا عندي المنتخب آخر الشهر أنا عندي عناصر ما لعبتش ضد برضو في الأجواء الجماهيرية في السادة الكهير أعود اللعيبة دي برضو. أعمل بروفا لي أنا كمتنظيم اللي أنا أدخل 30 40 ألف مبارات النادي الأهلي معنات. يجب برضو الأمر لن يخلق من حزبة كده لازم تتراعى فيها الإجراءات الاحترازية ووساعة الملعب. ولازم يكون فيه مسافات كافية بينهم المشجعين وبعض. يعني أتمنى يعني أتمنى يكون فيه يعني بروفا أجل.